موسيقى السلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته مجدد الكرام لما تكونوا أهلا بكم إلى حلقة جديدة برنامجكم اليومي الصحافة اليوم مع النطال عبرز ما طلعتنا به بعض الصحف المحلية والعربية من قضايا وعنوين خاصة بالشأن اليمن وهذه جولة سريعة في أبرز تلك العنام موسيقى البداية من وكالة الثاني من ديسمبر وفيها نقع وفاة مدني في الحديدة متأثرا بعملية قنص حوثية عدى من الجبهة فقتل والده قصة مسلح حوثي في عمران مجلس وزراء الداخلية العرب الاعتداءات الحوثية تمثل جرائم حرب تستوجب محاسبة مرتكبها ميليشيا الحوثي تلزم كل عاقل حارة في صنعاب رفدها بعشرين مقاتلا شهرية في وكالة خبر استشاد مواطن متأثرا بإصابته برصاص قناص حوثي في حيس جنوبية الحديدة ميليشيا الحوثي تمنى بمزيد من الخسائر البشرية والمادية في جبهة مأرب مجلة أمريكية سقوط مأرب بيد الحوثيين سيمثل أسوأ سيناريو مأرب دحر ميليشيا الحوثي من عديد مواقع وتدمير ثلاثة أطقم بمن عليها من عناصر في عدن الغد لندر كينغ الحوثيون لم يظهروا التزاما بالسلامة الحكومة تتهم الحوثيين بمضاعفة تجنيد الأطفال تنسيق أمريكي عماني لإحياء مبادرة غريفث معدل لبناء الثقة مع الحوثيين اليمن يتلقى جرعات لقاح كورونا لتغطية واحد ونصف من السكان فقط في صحيفة الشارع نطالع المبعوث الامريكي للشرق الأوسط الحوثيون لم يظهروا التزاما بالسلام وواشنطن تدرس إدراج أفراد وكيانات منهم ضمن لائحة الإرهاب عقب وصول تعزيزات عسكرية قادمة من لحج القوات الحكومية تستعيد مواقع في الجوبة جنوب مأرب ويترز السعودية تظهر بأول صفقة أسلحة كبرى في عهد بايدن تشمل صواريخ جو جو إيقاف مؤقت للرحلات البرية من اليمن إلى السعودية إلى بعض الصحف العربية الصادرة هذا اليوم عنوينها الخاصة بالشأن اليمن والبداية من الشرق الأوسط الخارجية أبلغت الكونغرس بصفقة مبيعات أسلحة دفاعية للمملكة تتضمن صواريخ جو جو التزام أمريكي بالشراكة الدفاعية والعسكرية مع السعودية مقتلوا 126 حوثيا في ضربات التحالف الجيش اليمني يستعيد مواقع في جنوب مأرب الدفاعات السعودية تدمر مسيرة حاولت استهداف جيزان اتهامات للحوثيين بنهب 47 منزلا مدرجا في قائمة التراث العالمية اليونسيف 4 ملايين تلميذ مهددون بوقف التعليم و 170 ألف معلم بلا رواتب تصعيد الانقلابيين العسكري ينظر بمستقبل مظلم لأطفال اليمن في العرب الجديد أزمة وقود اليمن تنفجر بشدة من جديد وفي ذات الصحيفة اليمن معركة مأرب تضع شرعية في مرمى الانتقادات مجددا واخيرا من القدس العربي الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بمضاعفة تجنيد الأطفال تحت عنوان مشاهدات من الداخل كتب وسام الدباعي كما تحرص وتشدد ميليشي الحوثي بدون وازع أو رقيب على بث الرعب في قلوب المواطنين وتكميم أفواههم تعمل من جار من آخر على امتصاص دمائهم وابتزاز من يمكن ومن لا يمكن أيضا ابتزازه من المواطنين المقيمين تحت سلطتها فلم يعد من جهة من جهات ومؤسسات الدولة التي باتت تحت سلطتها منذ صيدرتها على مقاليد الحكم في العاصمة صنع إلا واستخدمتها لإرغام الناس على دفع الأموال سواء بالقانون أو خارجه والثانية أمضى وأكثر تشديدا وتطبيقا وقد بدأ معظم المواطنين يتضايقون من ذلك إلا أن القليلين فقط هم من يصدعون التعبير بالهمس أو بالإشارة هنا أو هناك خوفا من البش والعقاب يقول المواطن مقيم في صنعاء من أغرب القرائب أن هذه السلطة الغاصبة هي السلطة الوحيدة في العالم التي تحصل على إيرادات ضخمة من التعليم فالمعروف عالميا أن التعليم وبالذات الحكومي منه هو خدمة يتم الصرف عليها من قبل الحكومات ولا يتم التورد منها حتى في أفقر دول العالم وأكثرها فسادا فقبل أكثر من أربع سنوات بدأت تظهر مقترحات بتحصيل مبلغ ألف ريال عن كل ظالب لمعالجة صرف رواتب المعلمين من أجل ما أسموه استمرار العملية التعليمية والتربوية وقد تم ذلك بدون قانون أو حتى قرار وزارية ولكنها باتت تفرض بالقوة وليس كما يشع على الميسورين والقادرين وحسب ولأن العملية باتت توفر مبالغ ضخمة سال لها لعاب الميليشيا الفاسدة فمنذ ذلك الحين لم يذهب للمعلمين منها ما نسبته 5% وحين نعود لحسابات هذه العملية نجد على سبيل المثال أن إحدى المدارس فيها خمسة آلاف طالب وخمسون معلما ويتم منها حصل خمسة ملايين ريال تقريبا وبدلا من أن توزع بالتساوي للمعلمين ليصير لديهم راتب مكتمل فقد اكتفوا بصرف مواصلات لا تتجاوز عشرة آلاف أو خمسة عشر ألف على أقصى حد وبما لا يزيد عن سبعمائة ألف ريال من إجمالية المبلغ المحصل فيما يتم توريد بقية المبلغ عبر المجلس المحلي لكبار الفاسدين في الحركة وتؤكد الأحاديث على أنه يتم توريدها عبر المجلس المحلي لأن القائم بعمل وزير التربية والتعليم وهو شقيق سعيم الميليشيا رفض عملية فرض المبلغ على الطلاب بأمر وزاري لأن المبالغ المحصلة تذهب لفاسدين آخرين ومن جهات أخرى وهنا فقد تم الالتوى على الأمر وتحصيل المبالغ عبر المجالس المحلية دون رضا منه وتقاسمها بين أولئك الفاسدين فيما المعلمون الذين باتوا يرغمون على مواصلة الدوام أو الاستغناء عنهم واستبدالهم بعض من الميليشيات لا ينالون غير ما نسبته خمسة في المئة أو أقل من ذلك وقد نشأ نتيجة لذلك خلافات كبرى بين زعامات وقيادات الحركة تجسدت مؤخرا في عمليات التهجم والاستداف بين بعضهم البعض وهو ما عكسته وسائل إعلامهم مؤخرا وما شنته تلك الوسائل من حملات ضارية ضد وزير التربية والتعليم والذي تهجس بعض التوقعات بأنه قد يتم الاستغناء عنه قريبا إذن من أبرز الأخبار أيضا لليوم كانت تصريحات المبعوث الأمريكي ليندر كينغ إلى اليمن والذي قال فيها بأن الحوثيين غير جادين في عملية السلام وأنهم لم يظهروا التزاما بسلام فيما واشنطن تدرس أن يتم إدراج بعض الأشخاص بعض الشخصيات في حركة الحوثي وأيضا بعض الكينات في قائمة الإرهاب الأمريكية بعد أقل من عام على رفع الحركة من قائمة الإرهاب التابعة للخزينة الأمريكية والتي كانت الإدارة السابقة إدارة ترامب قد وضعت مليشيات الحوثي عليها ورفعها الرئيس بايدن لمناقشة هذا الموضوع بعد هذه التصريحات ومآلاتها وما هي المطلوب من وراء هذه التصريحات ولماذا في هذا الوقت بالتحديد الوقت الذي يشن الحوثيون حربا ضارية على أبواب مأرب يسرني أن يكون ضيفي من القاهرة عبر الأقمار الإصطناعية الأستاذ محمود الشناوي مدير تحرير وكالة الشرق الأوسط أهلا بك أستاذ محمود أهلا بك أستاذ المشاهدين أيضا سينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد المقرمي مدير مركز سكوب للدراسات والإعلام نبدأ النقاش بعد فاصل القصير صد محمود بداية كيف تقرأ هذه التصريحات من المبعوث الأمريكي إلى اليمن لندر كينك هذه التصريحات بتأكيد تأتي في إطار إعادة دراسة القرار الخطير الذي اتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن عند جلوسه على مقعد المكتب البيضاوي في البيت الأبيض والذي أمر من خلاله برفع الحوثيين من قائمة على وقوبات باعتبارهم جماعة إرهابية هذا العمر بالتأكيد لقى الكثير من ردود الأفعال الغاضبة والمندهشة والمتسائلة لماذا يتم رفع هؤلاء من قائمة على وقوبات وهم المتهمون دائماً بأنهم وصفوا بأنهم إرهابيين ووصفوا بأنهم يرتكبون جرائم حرب ووثقت تلك الجرائم على مدى سنوات ليس خلال عام أو اثنين وكان الرد الأمريكي دائماً بأن رفع العقوبات ليس لصالحهم وإنما لصالح الشركات التي تتعامل معهم حتى لا تقع تحت طائلة العقوبات على اعتبار أن اليمن يستورد تقريباً ما يزيد على 90% من احتياجاته من الخارج وحقيقة كان هذا سبباً ضعيفاً جداً وإنما السبب الرئيسي هو إرضاء لإيران في محاولة لجرها إلى محادثات خاصة بالبرنامج النووي التي كانت قد توقفت على اعتبار أن الحوثيين هم زراع أصيل من أذرع إيران في المنطقة أزرع السياسة الخارجية الإيرانية الإرهابية التي تمارس جرائم الحرب لذلك مع مرور عام واستمرار الحوثيين في غيهم واستمرار ارتكابهم للجرائم بل بالعكس تصاعدها خاصة في أحداث مأرب والتي تم توثيق الكثير من الجرائم منها تجنيد الأطفال منها قصف المدنيين بشكل عشوائي وبشكل مباشر ومقصود وليس أن إيران حرب ربما تكون بسبيل الخطأ كل هذا دفع بالإدارة الأمريكية إلى أن تراجع قرارها وأن ينطلق هذا التصريح على يد شخصية رسمية كبيرة هو المبعوث الأمريكي الخاص بشرق الأوسط أو المبعوث الخاص باليمن وأن هناك ربما تكون مراجعة لهذا القرار برفع الحوثيين من قوائم العقوبات حتى لأنه أثبتت كل التجارب والكتاب وكل الصحب بما فيها الفورين بوليسي وغيرها من المطبوعات المتخصصة أكدوا أن رفع الحوثيين من قائمة العقوبات أدى إلى تأخير التوصل إلى تسوية أو حتى شبه تسوية في الأزمة اليمنية المعقدة أراحب أيضا بالأستاذ محمد المقرمي مدير مركز سكوبر الدراسات والعلامة أهلا بك أستاذ محمد أهلا بك أستاذ محمد أهلا بك أستاذ محمد أستاذ محمد إذن تصريحات للندر كينغ البعض يراها ربما غير جد البعض يراها أنها ربما تأتي في هذا التوقيت بسبب ما يحصل الآن على أبواب مأرب وغيرها لكن أنتم كيف تقرؤونها في مركز سكوبر؟ في الحقيقة الاتخاذ المريكة أو تراجعها عن قرار تصنيف الحسنين كجماعي رهابية كان في توقيت حساس جدا كانت الأمور تتقه إلى مبادرة وتسوية شاملة وتتذكر عندما قام هذا القرار كان الممثلين عن مجيش الحسنين وممثلين عن الحكومة الشفعية يجلسون على طاولة الحوار من أجل الإفراق عن الأسرع كانت هناك أحملة شاملة وبمقرر صدور القرار رفع الحوثيون أيديهم عن التفاوض وتركوا التفاوض وطهموا أن هذا ضوءا أخضرا أمريكيا من أجل السعي في استكمال الحرب وأيضا صرحوا بصريحة العبارة أمام الفريق المفاوض من الحكومة الشرعية بأننا حصلنا على ضوء أخضر وسنخرج أسرانا من السقون بدون الحاجة إلى إتباقيات هذا أثر تلبا أولا على هؤلاء الأسرع لذين كان آلافا أسرع تنتظر أسرعها بفروب من السقون الماليشيات أيضا أدى إلى منح الحوثيين ضوء أخضر بسمرار قرائمهم بالصعيد العسكري ورفضهم لكل الحلول والمبادرات التي قدمت ورأينا كيف كثفت الماليشيات بعد ذلك اتهدافها لمأرب اتهدافها للمدنيين دخولها في مناطق في شبوة وغيرها من المحافظات باللقوء الكل إلى الجانب العسكري النوم الخطأ الكبير أن يوضع ملف اليمن كورقة للمفاوضات بين أمريكا وإيران اليمنيون اليوم 30 مليون يمني أن يوضع قرار أو مصير 30 مليون يمني في ورقة مفاوضات بين أمريكا وإيران هذا خطأ جسين يدفع تمنه اليمنيون وبالتأكيد الجانب الأمريكي عندما اتخذ القرار لم ترعي مسلحة اليمنين ولم تنظر إلى مسلحة المنع الإطلاق بل ترى أنها ورقة لمفاوضات وهذا الخطأ الكبير إذن لماذا هذه التصريحات في هذا التوقيت أستاذ محمد هو أيضا حتى هذه اللحظة لا تزال الأحساس تثبت أن أمريكا أرادت فقط من خلال التراجع أو التلويح بتصنيف جماعة تصنيف أشخاص وكوكيانات وليس الجماعة بشكل كلي هذا يدل على أن هناك فقط محاولة للضغط على تقديم نوع من التنازلات أما أنه من أجل مسلحة اليمنين فلا تنظر أمريكا على الإطلاق في هذا الجانب لم تنظر على الإطلاق إلى مسلحة اليمنين ولم ترعي مسلحة اليمنين اليمنيون اليوم يدفعون ثمن هذا الإجرام الذي تمارسه المنديشيات والإدارة الأمريكية ترى من منطور مصلحتها في التفاوض الأقل والأثار أسر محمود الآن ربما هذه التصريحات من قبل ليندر كينغ تأتي أيضا بتزامن مع إبلاغ الإدارة الأمريكية للكونجرس بأنها ستبيع صفقة أسلحة وشخنة أسلحة للسعودية متعددة ومتنوعة لكن أيضا تضم صواريخ وقدائف جو كيف يمكن قراءة ربما هذا التزامن بين هذين التصريحين يعني ربما أتفق بعض الشيء مع ما قاله ضيفك عبر الهاتف بأن المسألة جزء منها حقيقة مغازلة لإيران من جهة والضغط عليها من جهة أخرى على حسب القرار عندما رفع الحوثيون من القائمة كانت هذه محاولة لجر إيران إلى مائدة التفاوض الآن التلويح بعودة أشخاص منهم وجماعات منهم أو شركات أو ما إلى ذلك إلى القائمة هو أيضا نوع من الضغط على إيران ومحاولة جرها إلى تقديم تنازلات ومع أن يتزامن ذلك مع صفقات على هذا المستوى حقيقة هذه ربما تكون أكبر صفقة تحظى بها الشقيقة السعودية وعلى هذا المستوى من التسليح الكبير من الولايات المتحدة الأمريكية وبما هذا أيضا يكون رسالة إلى إيران بأننا قادرون على أن ندعم السعودية بالشكل الكافي الذي تستطيع من خلاله صدر هجمات الحسنية أو تحسين الموقف على الأرض في اليمن كل هذا يتزامن أيضا مع التصريحات العجيبة والمريبة التي قالها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي والتي رفض التنازل عنها أو الاعتذار عنها هي محاولة أيضا لتسخين الأجواء بين إيران والسعودية ومحاولة لصب الزيت على النار وكل هذا بالتأكيد يضر بصالح اليمنين ولكن كل هذا إذن أن ترى أستاذ محمود أن هذه الصفقة والإعلان عنها في هذا التوقيت مع هذه التصريحات هو ربما دفع بالذهاب نحو الحرب وليس نحو السلام أم ماذا؟ ليس يعني هو أمريكا تشعل وتطفق عندما تريد هي يعني عندما ترى أن المصلحة في إشعال حرب جديدة فهي تزيد تصب زيت على عندما ترى أن المصلحة في التهدئة لصالح اتجاه آخر فهي تسعى إلى التهدئة وبقرارات تبدو عادية جدا ورسمية جدا دعني أؤكد لك أن يعني ما تعلمه أمريكا أمر كبير جدا وما نشرته الصحف الأمريكية وأنا تابعت الكثير منها عن جرائم الحوثيين المباشرة وغير المباشرة هو يعني كفيل بأن يجعل أمريكا تقف في صف التحالف العربي ضد هذه الجماعة المتمردة والمنفلتة ولكن طبعا لأن هذه الجماعة أحد أذرع إيران الخارجية فهي أمريكا تتعامل بحساسية شديدة مع الموقف تضغط بعض الشيء ثم بعد ذلك تحدث انفراجة في سبيل ملعب آخر تماما لأنه كلنا سواء اليمن أو العراق أو سوريا أو لبنان كلها أرض للحرب بالوكالة وليست أراضي يعني تصلح للحرب المباشرة وإلا لو كانت تركت الأمور لليمن وخلفاء اليمن والخريسون على مصالح اليمنيين سواء على شقاف السعودية أو الأمارات وغيرهم كانت الأمور قد انتهت وما كان الحوثيون قد سيطروا على مدينة واحدة من تلك المدن التي سمح لهم بسيطرة عليها وعلى رأسها صنعاء وهناك الكثير من الوثائق الفضائح التي نشرت حول الدور الأمريكي في إعطاء الضوء الأخضر للحوثيين بالدخول صنعاء وكيف كانت الصفارات الأجنبية لا تعاني أي نوع من القلق أو العدم الارتياح من هذه الحرب التي كانت تدور على بالقرب من أسوار مبانيهم هذا دليل على أنه كان هناك توافق جديد أن يستولي الحوثيون على صنعاء وأن يقوم أن هناك كان دولي برعاية أمريكية لدخول الحوثيين إلى العاصمة صنعاء واختطاف القرار ثم جر المنطقة إلى ما صارت إليه من حروب وما إلى ذلك بالتأكيد أعود إلى ضيف الأستاذ محمد المقرمي أستاذ محمد هناك الحديث يدور عن دور أمريكي عماني الآن في السر من أجل إحياء مبادرة غريفث من جديد وطبعا إدخال بعض التعديلات التي ربما اعترض عليها الحوثيون في زيارة العمانيين السابقة إلى العاصمة صنعاء والوفد العماني كيف تقرأ ذلك هل بالإمكان رأينا رأينا بعض التصريحات أن هناك ما يتعلق بالمطالب التي وضعها الحوثيون قبل الرفع اسمهم قائمة الرقوبات أو من التسوية التي طرحت والنقاش الذي دار حولها وكانت في سبطنة عمان رأينا بعض التصريحات بما يتعلق بأن هناك سيتم تحريك مفتح مطار صنعاء فيما يتعلق بالإرادات فيما يتعلق بالموانئ هناك الموضوع ليس كما يروب له إعلاميا فيما يتعلق بالموانئ الموانئ مستوحة وليس مغلقة حتى يتم التصريح الإعلامي بضرورة فتحها الموانئ مستوحة منذ 2015 ولم تغلق على الإقلاق الموانئ مستوحة للجميع والتوريبات من كل المناسب وإيضا حتى من لكن أستاذ محمد الحديث عن إحياء مبادرة جريفث في هذا التوقيت بالتحديد وربما تعديلها بما يتناسب مع متطلبات الحوثيين وما إلى ذلك في وقت ربما ينظر العالم إلى أن مأرب مثلا وهي خاصرة الشرعية وآخر قلاعها وحصونها في المناطق الشمالية والمحافظات الشمالية هل فيه ربما لا يدرع للحكومة الشرعية تسليم بمزيد من الشروط للحوثيين وما إلى ذلك هو ينصب في مصرحة إطارة تسوياء المتسابقة والضغط على الجانب للحكومة الشرعية لتقديم العديد من التنازلات لك الحكومة الشرعية قدمت تنازلات كبيرة جدا في هذا الجانب في السابق أيضا واليوم لمصرحة الشعب اليمني جراء الهيار الاقتصادي الموجود والوضع المأساوي الإنساني هناك رغبة لدى الحكومة الشرعية ودى كل أطراف من أجل الوصول إلى حل سياسي الرافض اليوم الرافض الوحيد للقلوس لطاولة الحوار هم الحوثيين الحوثيون اليوم فهموا عكس ما ينظر عليه العالم فهموا أن لديهم ضوء أخضر بسيطرة على اليمن الذهبوا إلى شيء أبعد مما كان في طموعهم في القلوس لطاولة الحوار بالشراكة السياسية اليوم الحوثيون يرون أن هناك ضوء أخضر من أجل السيطرة على اليمن وهذه هي المشكلة الآن والمجتمع الدولي يملك ورقة ضغط على الحوثيين من أجل إرضاقه للقلوس على الحوار وهو تصنيفه في قائمة الإرهاب بأن لا يتم كان يفترض أن لا يتم رفع تصنيف الحوثيين إلا بعد رضوحهم لقلوسهم لطاولة الحوار بأن تكون لديك ورقة ضغط عليهم لكن أن يتم رفع هذه الورقة دون أي مقابل هذا هو الغباء الغباء السياسي الذي مارسة لدارة الأمريكية واليوم للأسفة الشديد لا تبدأ أوراق قوية تستطيع أن تضغط بها على الحوثيين لكنها إذا أرادت تحرم أمريكا تستطيع أن تضغط عليهم لكن هي تريد أن تستمر الحرب كما أشرت هي أن تبقى ورقة تفاوضية من أجل مغازلة إيران لا أقل ولا أكثر أصد محمود الإشكالية مع الحوثيين أن كلما قدم المجتمع الدولي مبادرة يتم الضغط فيها على الجانب الحكومي يوافق الجانب الحكومي يرفض الحوثيون يطالبون بشروط بعد ذلك يتم رفض هذه المبادرة بعد أشهر يتقدم الحوثيون على الأرض ويضغطون على الأرض ثم يعود المجتمع الدولي للتدخل يوافق على شروط الحوثيين السابقة لكن الحوثيين في هذه اللحظات يكونوا قد رفعوا سقف مطالبهم وطلبوا شيئا آخر وهكذا دوالي كاليوم يتم الموافقة على مبادرة كريفت التي كان رفضت قبل ذلك الحوثيون رفعوا شروطهم الآن هناك ربما في عمان وفي مصقط يتم طرح أن يمكن الموافقة على مزيد من شروط وأيضا متطلبات التي طلبها الحوثيون ووضعوها في المبادرة هل في نظرك بالفعل ستذهب اليمن إلى سلام أم أن الحوثيين مرة أخرى سيرفعون سقف مطالبهم هذه المرة وسينصطم المجتمع الدولي أيضا بحجرة الحوثيين التي ترفض دائما تقدم عملية سلام عندما نضع الحوثيين في مكانهم الطبيعة ونوصفهم التوصيف الحقيقي بأنها جماعة إرهابية وظيفية يمكننا الإجابة على كل التساؤلات بمعنى أن الحوثيين ليسوا أصحاب قرار وليسوا هم الذين يقولون نعم أو لا وليسوا هم الذين يستطيعون أن يشعروا الحرب أو يدفؤوها وليسوا هم الذين يستطيعون أن ينتصروا أو ينهزموا وإنما هم مجرد ذراع أو إصبع وليس زراع حتى زراع كلمة كبيرة عليهم هم مجرد إصبع لإيران في هذا المكان من العالم مثل أماكن أخرى تستطيع أن تساوم به الإدارة الأمريكية وغيرها من الدول في مآلات كبيرة جدا للأوضاع معنى ذلك أن الحوثيين ليست لدهم إرادة حقيقية سواء لإنهاء الموقف أو استمراره القضية في المجتمع الدولي هل يريد المجتمع الدولي فعلا إنهاء الأزمة إذا توفرت إرادة سياسية حقيقية لإنهاء الأزمة فإنها تنتهي في أسبوع واحد ولا أبلغ إذا قلت ذلك كيف سيكون ذلك بالضغط على هناك هذه الجماعة جماعة بسيطة جدا وقليلة جدا مجرد تفعيل قرار الـ 2015 الذي حذر تصدير السلاح للحوثيين تفعيله بمعنى منع أي هل يصنع السؤال هل يصنع الحوثيون هذا السلاح الذي يحاربون به ويهددون به دولة كبيرة وعظيمة مثل السعودية بالتأكيد لا هل الحوثيون يمتلكون من المقاتلين الأشداء المدربين والخبراء على أن يقودوا حرب على كل هذه الجبهات بالتأكيد لا إذن إذا سددنا تلك المنابع وجففناها سواء في السلاح أو الخبراء أو المقاتلين بالتأكيد سوف يختنق الحوثيون وإذا اختنق الحوثيون سوف يرضقون وإيران تحرك الحوثيين وتحرك الجماعات الموالية لها مثل حزب الله وغيرها وتركيا أيضا تعبث في المنطقة بطريقتها لذلك لا توجد إرادة دولية لمنع الدولتين من العبث بمستقبل اليمن واليمنيين أما إذا توفرت تلك الإرادة فإن الأمر بسيط جدا ولكن دعني أعيدك إلى الاتفاق الذي جاء عثلا بالحوثيين والذي كان سريا لو لا بعض التسريبات المجتمع الغربي أمريكا تحديدا تنظر إلى الإرهاب على أنه إرهاب سني لذلك تدعم الشيعة في مسألة ضحض هذا الإرهاب ومقاومته والحوثيون يعتبرونهم هم المقاومين للإرهاب السني لذلك منحت الحوثيون الكثير من الضمانات والكثير من القوة سواء التسليحية أو العددية من المقاتلين حتى يقاتلوا ما تعتبر أمريكا إرهابا سنيا وهو بعيد تماما يعني القاعدة نحن سنة ونحن بريئون منها وداعش أيضا كذلك ولكن أنا أتحدث لك عن وجهة النظر الأمريكية الحوثيون استمروا في غيهم واستطاعوا أن يحصلوا على دعم غير محدود من إيران تحت سمع وبصر أمريكا إذا أرادت أمريكا في لحظة أن تنهي الأزمة اليمنية وأراد المجتمع الدولي أن يضغط على الحوثيين وعلى إيران نفسها بكل أزرعها في المنطقة حزب الله وغيره يمكن أن يحدث ذلك وتنتهي الأزمة اليمنية في وقت قليل جدا وبسيط جدا ولكن من مصطحة أمريكا أن تستمر تلك الصراعات حتى تستطيع أن تناور هذه الدولة وتساوم تلك الدولة تضغط هنا وتسهل الأمور هناك حتى تنفس كل مصالحها وفي النهاية الضحية الكبيرة هو الشعب اليمني هذه الملايين التي تردخ تحت نير كل تلك الجرائم وتعاني الأمرين وتزهر فيها ما لم يزهر منذ عقود طويلة من أمراض ومن مشكلات اقتصادية ومن اختناق في كل أوجو الحياة أستاذ محمد المقرم سيضل اليمن وقضية اليمن وربما الحكومة الشرعية بالتحديد دائما في موقع رد الفعل ننتظر التصريحات الامريكية المجتمع الدولي ما الذي سيصنعه نطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين من أجل منعهم من التقدم باتجاه مأرب القضية لم تكن يوم من الأيام مأرب القضية هي انقلاب على سلطة شرعية ويجب وايضا استيلاء على سلاح دولة ويجب تسليمها ويجب انهاء هذا الانقلاب والعودة إلى الصنعاء في نظرك هل من يقوم الآن على الشرعية ويقود الشرعية قد فقد هذا الهدف الاستراتيجي الذي قامت من أجله أيضا عصفية الحزم عندما ينتقل الموقف من موقف الهجوم إلى موقف الدفاع أو ردة الفعل فقط والتحرك في موقف ردة الفعل هذا يثبت أن الحكومة الشرعية الاسم الشديد فقدت زمام المبادرة وهناك الخلافات الداخلية في صفوف الشرعية ومكوناتها هو أكبر أكبر عائق وقف أمام الحكومة الشرعية من هذه تقديم المبادرة ليفترض أن الجمنيون إذا قرروا في في 62 عندما قرروا المواجهة الملكية لم يمتلكوا أي سلاح ولم يمتلكوا أي دعم كانت هناك إرادة الإرادة الحقيقية إذا غابت هذه الإرادة وتشتت واختلف القادة واختلفت وتقسموا إلى جماعات وفئات هنا يكمن الضعف وتأتي قوة الماليشيات الحيوثية من ضعف الحكومة الشرعية ومكوناتها إذن هم يتغذوا على ضعف الحكومة الشرعية ولذلك انتقلت تحولت بدلا من أن كانوا يدخلون نفسهم انتقلوا إلى موقع الهجوم لكن هل فقدت الحكومة الشرعية كل أدوات الضغط هناك على الأقل مثلا اتفاق ستوكولم ككرت تفاوض به على الأقل في إيقاف معركة مأرب وتلوح به لحد اللحظة لم نسمع حتى تصريحا تجاه هذا الاتفاق وأنه يمكن أن نرفع عيدنا عنه هذا ما يثبت أن الحكومة الشرعية لتبشديد وكانها تقني على نفسها يفترض لمجرد الخروقات التي تمت لكن لتبشديد أنها وقعت دون البحث عن آليات لحفظ هذه الاتفاقية كان يفترض أن يتم ربط هذه الاتفاقية بشروف عدم خرق الاتفاقيات رأينا أكثر من أكثر من ألف وسبمائة خرق مثلت الماليشيات الحوثية في هذه الاتفاقية تحديدا يفترض أن يتم كان منذ البداية عدم التوقيع الاتفاقية إلا بموجب الشروط التي تضمن عدم استغلال الماليشيات في هذه الاتفاقية وتزويد أو فتح جبهات أخرى سواء كانت في الحديدة أو في مناطق أخرى غير الحديدة لكن لذلك الشديد ذهبت الحكومة ووقعت على هذه الاتفاقية وقيدت القوات المشتركة في الساحل وأصبحت اليوم مقيدة بالتهديدات والتلويح بالعقوبات فيما لو تحركت بينما فتح المجال للحوثيين بالقبهات الأخرى وهذا الخطأ الكبير الذي وقعت فيه الحكومة الشرعية والذي ينبغي أن تتداركه اليوم وتروح برفع يدها من هذه الاتفاقية لأنها في جميع الحالات هي الآن في موقف الدفاع وتخسر إذا لم تتتدارك الأمر فقد تفقد فقد تفقد مشروعها الكلي اليوم الحوثيون كما أجرت لا يستقهون نحو مالف وحدها اليوم الحوثيون بعد إلغاء قرار العقوبات يستقهون إلى السيطرة على اليمن وقد صرحوا بذلك علانية ويتقهون نحو هذا الهدف بشكل عام لذلك لابد من تدارك الأمر وأن تعيد الشرعية حساباتها وأن تعيد مكونة الشرعية جميعا وأن يقف الجميع في صف واحد وأن يوحد بالصفة الجمهوري ويعوج لمواقع هذه الماليشيات بإرادة وطنية أولا بإرادة وإرادة وعز جز دون نظر إلى أحد اليوم صد محمد ذاك الأمر العجيب عدم توحد اليمنيين وعدم اتفاقهم حول الخراص من السلطان الذي ربما ينهج في بلادهم أولا ومن ثم إذا كان لديهم مشاريع سياسية يتم طرحها بعد ذلك هذا هو اللغزة الكبيرة الذي لم يجد أحد حله وحتى أنت مطالباتك وغيرك لم تجد أدان صاغية إلى حد اللحظة لقد أسمعت لو ناديت حيا صد محمود في رأيك ما هي سيناريوهات نهاية الحرب هذه التي تدور في اليمن وكيف ستنتهي هذه القضية هل في القريب العجل هل هناك في المدى المنظور أم أن السنوات ما تزال طويلة للأسف يعني يوسف أن أقول أن السنوات ما تزال طويلة لأنه من يمسك بمفاتيح الحل قال ذلك سراحة أنا لبعبوث الأمريكي قال أنه الحل غير مستحيل هو ممكن ولكنه سوف يأخذ الكثير من الوقت يعني يبدو أن هناك ترتيبات لن أعلمها وأنا أشد على يد ضيفك وأؤيد وأثمن كلامه عبر الهاتف عندما تحدث عن ضرورة التوحد اليمنيين رغم أن الإراضات الدولية يعني عصية على حل الموقف لا تريد حل الموقف بشكل سريع ولكن على الأقل إذا توحد اليمنيون في الداخل ما بين القوات القبائل التي تقاتل الخوثيين وأعداء الحوثيين جميعا وأعتقد أن معظم الشعب اليمني عدو للخوثيين مع الحكومة الشرعية التي لها شرعية السلطة في البلاد حكومة عبد الرب منصور هذه بالتأكيد هذا سوف يغير جزء من المعادلة وليس المعادلة كلها ولكن الإرادات الدولية لم تتفق حتى الآن على نهاية قريبة للأزمة اليمنية والموضوع سوف يأخذ المزيد من الوقت لأنه للأسف الشديد كما تحدث وتحدث صدايف ويتحدث كل المراقبين الموضوع هو ساحة للتفاوض أرض للحرب بالوكالة وليس قضية حقيقية أو أصيلة لذلك تخضع المسألة إلى أن تكون الأزمة اليمنية مجرد رقم في معادلة التفاوض مع إيران والضغط على دول أخرى والحصول على مكاسب للإدارة الأمريكية تحديدا وحلفائها لذلك فالأمر يخضع للإرادة الأمريكية والإرادة الدولية في إنهاء الأزمة وحتى تعتبر اليمن ورقة غير ناجزة وغير ناجعة في إدارة معركة سواء دبلوماسية أو غير دبلوماسية مع دول أخرى وعلى رأسها إيران أستاذ محمود الشناوي مدير تحرير وكالة الشرق الأوسط كنت ضيفي من القاهرة شكرا جزيلا لك أشكر أيضا موصول ضيفي عبر الهاتف لأستاذ محمد المقرمي مدير مركز سكوب للدراسات الإنسانية دائما أبدأ شكرا لكم أنتم شاهدتكم وإنما تكونوا على حسن الصغير والمتابعة غدا حلقة جديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم